معي من اسطنبول سيد يحيا مكتب عضو الائتراف الوطني السوري مساء الخير أهلا بك معنا سيد يحيا قلتم بأن هيئة تحرير الشام تقتل المدنيين كيف تنظرون اليوم طلاقا من كل هذه الانتقادات وطبعا بسبب ممارساتي على الأرض على هذه المعارك التي تدور بينها وبين أحرار الشام مساء الخير لك وللمشاهدين العزاء أهلا وسهلا الحقيقة ننظر إلى هذا الموضوع من مجموعة من النقاط أولا البيان يؤكد على موقف ثابت لقوى الثورة والمعارضة والشعب السوري أننا ضد كل أشكال التطرف والإرهاب بدءا من داعش ومرورا بالنصر والقاعدة والميليشيات العراقية والأفغانية التي جلبتها إيران للمشاركة في قتل السوريين ثانيا الحقيقة هذا الهجوم الذي تقوم به هيئة تحرير الشام التي تواجه رفضا شعبيا كبيرا جدا يتمثل في المظاهرات التي خرجت خلال الفترة الماضية في العديد من المدن والنواحي في محافظة إدلب ككفر روما وكفر نبول وجرجناز وغيرها الشعب السوري بطبيعة الحال يرفض هذا الشكل من التطرف والإرهاب إضافة إلى عملية التسلط والاستبداد التي تقوم بها هيئة تحرير الشام ثالثا أن حقيقة هذا الهجوم نجد أن المستفيد النهائي منه هو نظام بشار الأسد الذي يمارس الإرهاب والذي رعى الإرهاب ويسر له نشوءه واستمراره نظام بشار الأسد ومن وراء إيران بالتأكيد في حال استطاعت هيئة تحرير الشام السيطرة على المناطق المحررة ستؤكد رسالتها وكأن نظام بشار الأسد هو الملاك وهو الذي يقاتل نيابة عن العالم بأسره ضد التطرف والإرهاب أهمية هذه المعركة اليوم خاصة عندما نتحدث عن مقابل جمود السياسي هذا الاستمرار من قبل قوى الثورة والجيش الحر لمحاربة الإرهاب كيف سيتم إسقاط هذا الموضوع على الشق السياسي على كما يصف الكثيرون اليوم الجمود السياسي لأي درجة هو مهم لكم؟ بالتأكيد الوقائع الميدانية تؤثر كثيرا في العملية السياسية لكن أعود لأقول نحن منطلقنا دائما هو تطلعات الشعب السوري الشعب السوري الذي خرج في ثورته يتطلع إلى الحرية والديمقراطية والكرامة بعيدا عن الاستبداد وكل أشكال التطرف والإرهاب هذه هي النقطة الجوهرية ونقطة الثقل في كل تحركنا وبالتأكيد الشعب السوري هو المعول عليه في رفض هذه الممارسات مع الأسف الشديد قوى الجيش الحر لم تمد بالسلاح اللازم كما يجب في الفترات السابقة للدفاع عن المدنيين ضد نظام بشار الأسد وأيضا ضد قوى التطرف ومنها هيئة تحرير الشام اليوم في استراتيجية أخرى المعركة مستمرة وسيكون هناك تغيير ولو استمر ولو احتاج إلى بعض الوقت بجبهة إدلب يعني على الأقل الآن هل من تحسن إذا صح التعبير بما أنه كان عندك ناقد بسيط استراتيجية جديدة كيف تتوقع أن تكون جبهة إدلب ما الذي يرجح أن يجعلها لمصلحة الثوار النقطة الأولى هي التي ذكرتها قبل قليل رفض الحاضنة الشعبية لهذا الشكل من التطرف والإرهاب والتسلط وأيضا الإصرار وتمثل أيضا من خلال رفع علم الثورة على معبر باب الهوى هذه كلها مؤشرات إلى أن القوى الحية من الثورة ستستمر في معاركها ضد النظام على جهة وعلى جبهة أخرى ضد أشكال التطرف والإرهاب أنا أشكرك جزيلا معي من إسطنبول كنت سيد يحيا مكتب عضو الإتلاف الوطني السوري شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا